المساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم من صالة تحرير اليوم السابع معاكم أنا وليد عبد السلام المشرف على قطاع الصحة في الجريد النهاردة معنا رقم قياسي جديد انفجار في عدد الإصابات وفي عدد الوفيات وتخطيهم لأرقام كبيرة جدا هنستعرضها بالتفصيل مع حضراتكم دلوقتي لكن في استدلال مهم جدا على حقيقة وان الوضع الراهن أصبح خطر جدا في ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل كامل وبشكل احترافي علشان نضمن سلامتنا ونضمن اختفاء الفيروس زي ما حصل كتير جدا في دول العالم دلوقتي بدأ الكيرفة أو المنحنة المتعلق بارتفاع الإصابات والوفيات يرتفع ينخفض بشكل كبير جدا وبدأ يحصل انحصار وتراجع في عدد الوفيات وعدد الإصابات في المقابل بترتفع نسب التعافي أو نسب الشفاء النهاردة بيان وزارة الصحة والسكان فجئنا برقم قياسي هو الأول من نوعه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر الرقم ده هو ارتفاع أعداد الإصابات اليومية إلى 495 حالة النهاردة الرقم رقم كبير جدا رقم يدعو إلى الخوف يدعو إلى الزعر يدعو إلى ضرورة أن نضع في اعتبارنا كل الإجراءات اللي ممكن تتخذ بشكل أو بآخر عشان نضمن سلامتنا من الفيروس لكن خلينا أقولك أن الرقم الكبير ده جيه إزاي خلال اليومين اللي فاتهم أو خلال النهاردة أو على مدار الفترات الماضية منذ بداية شهر رمضان المعظم وحتى اليوم لاحظنا في تصاعد غير منطقي وغير مبرر في عدد الإصابات وكانت النتيجة بسبب الاختلاط الكتير بسبب التزاور بسبب النزول للأسواق بكسافة بسبب التحلل من التباعد الاجتماعي على خلفية أو على نظرية هو هيحصل لنا إيه الدنيا هتمشي ده نزلة بردة عادية ده كذا لكن اللي حضرتك ما تعرفوش أن الدولة بتتكبد مصاريف وبتتكبد خسائر كبيرة جراء عمليات الدخول في عدد إصابات أكتر والدخول في وفيات أكتر ده بيتطلب إجراءات أكتر وبتطلب أدوية وتجهيز مستشفيات وإعدادها فإحنا قدام مشكلة كبيرة جدا الحظر بقاله حتى اليوم خمسة واربعين يوم على مرور أول يوم اتخذيت الحكومة بقرار الحظر لكن في الأول كانت الإصابات طفيفة بسيطة مش بالقدر الكبير كنا مقارنة بالدول اللي وقعة في دائرة إقليم شرق المتوسط أو مقارنة بدول العالم كنا عاملين حالة كويسة جدا والإصابات قد تكون طفيفة مقارنة بدول العالم اللي بتسجل على مدار اليوم إصابات كبيرة جدا وعداد كبيرة في الوفيات خلينا أقول لحضراتكم النهاردة أن عدد الإصابات على مستوى العالم ارتفع إلى 3.916.000 حالة إصابة بفيروس كورونا واللي تعافى من 3.916.000 هم 1.343.000 حالة لكن أعداد الوفيات كانت كبيرة نسبيا وسجلنا 270.700 حالة حتى اليوم اللي حصل على مدار الساعات الماضية أو على مدار الأيام الماضية لاحظنا تراجع كبير جدا لفيروس كورونا في مختلف دول عالم وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت بتسجل أكبر عدد من الإصابات على مدار اليوم وبعدها أسبانيا ثم إيطاليا ومختلف دول أوروبا كانت بتسجل أعداد كبيرة جدا على مدار اليوم النهاردة وإحنا بنستطلع منحنيات الارتفاع والانخفاض المتعلقة بالإصابات لاحظنا أن فيه انحصار وفيه انخفاض كبير خلينا نروح مع حضراتكم لبيان وزارة الصحة النهاردة ونتكلم على أن نسبة الإصابات النهاردة كانت 495 ده نسبة كبيرة السؤال هل مصر مرشحة أن هي تزيد الإصابات الإجابة نعم هتزيد الإصابات خلال اليومين اللي جايين وهترتفع عن الخمسمية أو حيز الخمسمية النهاردة كسرنا حاجز التمنمية تمنمية 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 تمنتلاف إصابة بواقع تمنتلاف ربعمية ستة وسبعين حالة مسجلة في مصر حتى الآن لو بنبص للأرقام ومنظومة الأرقام والحسابات اللي احنا بنعتمد عليها في رصد وتحليل البيانات هنلاقي أن احنا على مدار الأسبوع الماضي سجلنا تقريبا مش أقل من 30 أو 35 إلى 40% من جملة الإصابات اللي بدأنا نسجلها من منتصف شهر فبراير وحتى الآن لكن خلينا نقول أن احنا محتاجين نعلي الإجراءات شوية وده اللي نصحت بوزارة الصحة وقالت أن ارتداء الكمامة سيصبح فرض عين على كل مواطن ينزل للشارع ينزل للعمل ماذا وإلا لو اعتمدنا على السيناريو البقاء والإغلاق في المنازل لفترات كبيرة جدا وتعميم فكرة الحظرة على مدار اليوم هنخش في مشكلة كبيرة اقتصاديا وحيحصل عندنا تراجع كبير في معدلات النمو بنحاول نعمل اعتبار كبير للاقتصاد القومي اللي هو في مصلحة البلد ومصلحة المواطنين لكن في نفس الوقت صحتكم مهمة جدا عندنا فبنحاول نوازن ما بين اللي اتنين الموازنة مش الرهان على الحكومة الرهان على وعي الناس كل ما ارتفع الوعي كل ما كان في انخفاض في عدد الإصابات والوفيات كل ما قل الوعي وبدأ التحلل غير المدروس وغير المنطقي وحيحصل انهيار كبير ومنسمى انهيار في حاجات كتيرة جدا اولها المنظومة الصحية لان المنظومة مش هتكون قدرة على الوفاء بالطلب على الخدمة لكل المواطنين انه زي ما شفنا الدولة نفسها بتتوسع شكل كبير جدا في الحجر الصحي في الفنادق في نزل الشباب في المدن الجامعية في المستشفيات بدأت تفتح مستشفيات جديدة بدأنا نضم اكتر من 34 مستشفى حميات وصدر علشان تواجه الطلب على الخدمة تحسبا لارتفاع اعداد الإصابات في مصر خلال الفترة اللي جاية وبالمناسبة هيكون في ارتفاع في الاعداد خلينا نقول مع حضراتكم تاني عشان ندلل وندي مثل واقعي على الارض ان فيه اربع محافظات حصل انحصار وبدأ يتلاشى الفيروس بشكل نسبي بمعنى ان تراجع الإصابات وتراجع الوفيات كانت على مدار الايام الماضية وده شاهدناه في البحر الاحمر وفيه بورسعيد محافظة بورسعيد وفيه جنوب سيناء ومحافظة دوميات الاربع محافظات قدرنا نقدر ما نسجلش فيهم حالات او يتراجع نسب الحالات والإصابات بنسبة كبيرة ومن سمة الفريق الطبي في الاربع محافظات اصبح في مأمن بعيدا عن الإصابات خاصة انه ما تسجلش اي حالات إصابة للفريق الطبي على مدار الايام الماضية في الاربع محافظات في المقابل ارتفعت نسب الاصابات بشكل كبير جدا فيه اربع محافظات اخرى هي القاهرة والاسكندرية ومحافظة الجيزة ثم محافظة قد اهلية احنا ضربنا مثل على ما يحدث في العالم ثم نزلنا على الوضع محليا وقدرنا نستدل بشكل ان الناس كل ما بتعلل إجراءات كل ما هنقدر نعيد بشكل كويس كل ما هنقدر نطلع من بقرة الحظر للتحلل اجتماعي البسيط زينا زي دول العالم كتير اللي بدأت تخرج من المربع الاجراءات الاحترازية الى التحلل النسبي وده حصل في دول كتير جدا وبدأت الناس تشعر بالحياة بشكل طبيعي وكان اولنا وكان المثل المهم في المنظومة دي كانت دولة الصين ثم بعدها بعض الدول في أوروبا على الوجه الآخر وهناك بصيص من الأمل وبصيص من النور أعلنت أحد الشركات الأمريكية العملاقة في بجال صناعات الأدوية عن بدء توفير لقاح لفيروس كورونا في شهر يوليو 2020 وقالت الشركة في بيان لها نشرته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وقالت ان انتهت الشركة من المرحلة الثانية للتجارب السريرية المتعلقة بالدراسات والأبحاث على اللقاح الجديد وقالوا ان هو مرشح يظهر معانا في يوليو 2020 والمفترض ان العالم أو الشركة هتوفر ما يقرب من مليار عبوة أو مليار جرعة للمصابين أو الناس اللي هتاخد العقار أو المصل ده بشكل أو بآخر محتاجين نتكلم كمان على خطط التعايش خطط التعايش اللي أعلنتها الحكومة واللي بتنادد بيها في كل مكان وبتتكلم عنها كل المؤسسات والهيئات الرسمية في مصر خطط التعايش هي لسيقة للإجراءات الاحترازية أو الظاهير بتاعها هي الإجراءات الاحترازية أو لا يمكن تطبيق خطط التعايش إلا باتخاذ الإجراءات الاحترازية لما قلنا هنخرج وهنتعايش وهنبدأ ننزل الشغل نسبيا وهنبدأ نتحرك بشكل أو بآخر كان الكلام على أن نتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بصراحة الوضع ما بقاش مستحمل ولو فضلنا على كده لا هنقدر نعيد ولا هنقدر نعمل أي حاجة وفرص التحلل هتكون صعبة خاصة الفترات اللي جاية محتاجين دخلين على فترات محتاجين نصيف دخلين على فترة فيها أعيال زي العيد الكبير وبنستقبل بعد أيام العيد الصغير كل سنة وحضراتكم بخير لكن الأمل فيه أننا نطبق كل الإجراءات الاحترازية ومش نسين طبعا أننا عندنا خطين ساخنين بنقدر نستفسر ونقدر نبلغ عن الحالات ونقدر نتواصل معهم والخط الساخن 105 أو 15-33-5 لحد كده انتهت فقرتنا النهاردة واللايف بتاعنا النهاردة على وعد بلقاء جديد إن شاء الله نقول لكم على تفاصيل مهمة وأمور كتيرة متعلقة بفيروس كورون شكرا